ألف يوم ويوم قضتها الناشطة الحقوقية والنسوية السعودية لجين الهذلول خلف قطبان السجن وها هي الآن تعانق الحرية قبل يوم واحد من موعد أبلغته السلطات لعائلتها بشأن إطلاق صراحها بعد أن أضحت قضيتها محطة سجال إلكتروني عاصف لجين الهذلول تسوق ومبسوطة فلجين من منظور الحقوقيين هي رمز لنضال المرأة السعودية التي تهددها الملاحقة الأمنية السلطوية ليس فقط خارج السجن وإنما في داخله أيضا في ظل تأكيد عائلتها بأنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعديب هناك أما من منظور السلطات السعودية وأنصارها فإن لجين هي ساجينة مدانة بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريد لقلب نظام الحكم والتواطئ مع أجندات خارجية وفق ما يقول هؤلاء وجاء الترحيب الأمريكي بإطلاق صراحي لوجين من السجون السعودية سريعا على لسان المتحدث باسم الخارجية نيت برايس لقد تنهت إلى مسامعنا تقارير بشأن إطلاق صراحي الهذلول وهذا تطور مرحب به من جانبنا إذ لا يجب أبدا تجريم النشاط في سبيل حقوق المرأة والإنسان ويأتي إطلاق صراحي لوجين بعد أقل من أسبوع على رسالة صارمة وجهتها المتحدثة باسم البيت الأبيض جانساكي للسلطات السعودية حيث أكدت بأن واشنطن تتوقع من المملكة تحسين سجلها الحقوقي وإطلاق صراحي السجناء السياسيين بمن فيهم الناشطات السعوديات رسالة تشي بتحول واضح في الموقف الأمريكي بين إدارتين مع ما يعنيه ذلك ضمنيا من ضغوط محتملة على أحد أقرب حلفاء واشنطن الاستراتيجيين غير أن إطلاق صراحي لوجين لا يعني بالضرورة تبدلا جذريا في سجل المملكة الحقوقي على ما يؤكد الناشطون ووفقا لعائلتها فإن حضر السفر الذي فرضته السلطات على لوجين وأسرتها سيستمر حتى بعد خروجها من السجن فيما يبدو مصير التحقيقات التي طالبت بإجرائها بشأن ظروف اعتقالها وتعذيبها مجهولا حتى الساعة